برضو ما بيردش طب والحل ايه؟ الحل بقى ان احنا نباد في ايه حتة لحد الصبح ونجيب حد غير كلون الباب نباد فين يا بنتي وفي حد يبقى فاتح دلوقتي وبعدين نجيب مين غير الكلون هو فيه نجرح يبقى صاحي ماما انت سوف في كل ده ما كنا نستنينا للصبح يعني يا بنتي لو كنت استنيت للصبح كان ابوكي مش حيرضى يجي يسكن معانا هنا وكان حيقول لا ويحلف عينا مليوني مين ماما بصراحة وكدا عنده حق يعني إيه لي خلينا نسيب بيتنا ونيجي نقعد هنا في أخر الدنيا هنا يا بنتي الناس الشيك الناس الغنية الناس المرتاحة هنا بقى تقدري تستلقتي لك عارس مقرش استلقت مقرش؟ اه ما ليه يا ماما كلامين كانت تعالي دا ايه في الكرامين في حاجة غلط ايه يا ماما انت شفت يا بيت الود المقرش اللي جوها ما الشاشة أناو من عليكي عايدي على فكرة تحصل له كثير طب شفت يا ابو كان حيكل بعنيه كدا عادي برضا ممت أحطانك كتير بس المرة دي مختلف ماما جسمي أشعر ماما عاصبالي مدى ما أشعرتش نهار أبيض علي وعلى سنيني دي عواطف مش ميلكي بستشو بستشو بحلي تعالي أجابلك حاجة حلوة بترهلي ندخل جوه ندخل ندخل تعالي ندخل جوه أنا وإنت بصي 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 بص نوعه جوه الوحدينا تعالي تعالي؟ مش مجدود ولا حقا إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده أم نايمة على سلم لا يا جميلة لا مش عقدر أشوف السورة مبزعة دي لا لا صحية من قدام دلوقتي صحية من قدام دلوقتي سوف تسوتا مش هينفع طب خشوا جوه خشوا جوه مش هينفع جميلة محبش تشوف المنظر دي يلا 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 مش هينفع يا أكمر معلش يعني لحسن نداي أستة الوالدة ولا حاجة لا ماما تبدايك مش هينفع ماما تبدايك أي حد بصي تصدق إن ماما هي اللي بعتاني؟ أه هي اللي بعتاني وقعتلي روح يا أكمل روح يا ابني شوف شوف جرانة شوف جرانة حسن يكونوا يمناع السلم يا أكمل وروح تقعد التعايت كده شوفي ده تعرفي ده إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده قلب توقع الأم قلب إيه؟ توقع يلا يا جميلة بقى يلا مش هينفعه مش هينفعه خلاص يلا روح نجيب إيس كريم ولا نقتماشيش إيس كريم إيه إنت دلوقتي بس بقى تفي إيه كل حاجة رفضوها كده تبتحب الرياضة شكل كده طبعا بحب الرياضة أه أصلي اليونيفورم برضو يعني يونيفورم طق من برشلونة برشلونة أو يونيفورم أه أصو حلو قوي عجبني جدا أصو أنا برضو بحب يعني من هواياتي المفضلنة الرياضة قوي بقى بجد؟ هم؟ بتلعب إيه؟ برهب مصرعة حرة إنت بتلعب مصرعة؟ أه برهب مصرعة شباين خالص؟ ما أنا قلت له منك مش عايزني يبنى علي علشان يعني ما عملش مشاكل مع حد بس الصحاب يقلوني من عضلاتك متقسمة قوي على فكرة يا والله حتى بصي إيه ده في إيه؟ لا التشيرت بقى التشيرت لو بقى لو مش موجود التشيرت أعلم؟ إيه؟ أقلع؟ تقلع إيه إيه؟ ده اللي حقلع لك عينيك دلوقتي يا باما أنا أقلع جوه جوه أنا عندي أولاد يطلع في النصص اللي يالي يقوله نقلع 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 فأي ما كانت تقلع هذه ماء متخلص يا باما إيه هيكون مزعالك أو دسلك على طرف يا بديد؟ لا يا عم عمو أنا عمال أقول لك يا سنيورة يا أمورة وانت تقول لي يا عمو قولي يا حس حس كده أنا حسين جاءة إيه يا حس؟ اقرص يا مجرم يا علي الأدب يا رب تعالي يا تربية يا كلب كده 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 يا رب يا عقولة ما هي قلت 300 مرة القطط اللي بتولد على السلالم دية مش تشلوها عشان أحب نعدي؟ قطط إيه يا عمو دي ماما ماما؟ طيب شنوها؟ بدان ما بتعزي مالي يجي ياخدوها الطب مالا؟ محقولة؟ ماما؟ نعم كده؟ شوفها طيب يا بابا كده شوفها؟ يا هانم يا هانم بطلق إيه حضر القيامة؟ يا هانم إيه؟ إيه ده؟ حسين بيدك على قط النوم؟ يا سادي قط النوم إيه؟ أمال إيه؟ انت نايم على السلم خدي سلم إيه؟ أخد الدرجة اللي جنبك لو حتنام بكده؟ لا الجران يقوله عيناء إيه؟ طيب لو سمحت يقوله لا ينفعش النوم برا كده؟ ما إحنا حنام في الفنصاص الليالي؟ السلم مات وانا؟ يا بنتي افهميني خش جوه عندنا لا ندايق الهانم يا بيه الهانم زعلانة وعملت غيط وقبل ما تنام قالكلي بصوت مبحوح مبحوح؟ أيوة مبحوحة مبحوحة موسطة مبحوحة أيها هي قتنمحة بالليل قالكلي إيه؟ يا حسين يا حسين أنا خايفة كون زعلت الجران دول وتردهم أحسن يحصل لي حاجة قبل ما يطلع النهار وتلعان هشوفهم قومي لو سمحتين بس مش حيبة فيها مدايقة يا أستاذ حسين ولا مدايقة ولا لو ما قمتيش فضالي لو ما كنتش تحلب بس لا يا ماما طبعا زي يعني ندخل لبات جوة محنعمل ايه يا بنتي مضطرين أمومي أرجوكت مليتي براغيت مسلم ده أمومي أمومي لا استني يا حسين في ايه حضرتك عاصلها مش انهم عاصلين قاعدل هي دومي قاعدالك دومك حضرتك قاعدالي أوكي ما تكشفنيش كده بسرعة مقصة في بلك بشكيل حضرتك انت تحت الحال معلش يكشفني واحدة واحدة الفضالي يا طب ماشي دي ده يا دي يدي الكسوف يلا حتى ايديك حضرتك طب استنى عشان تليدي مش هينفى والله مش هينفى كده يلا فضال حضرتك تعالي تعالي ممكن ترجع لحفل الجران؟ الجران اللي هما هي صالحين فضالي 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 انا خايف اكون بندقيقك ياوتس خالص والله فضالي فضالي حس فضالي حس هكذا اوه الجري الجري وغان الكاميل الجري وغانا اوي أحسنًا كنت في يوم كده في الغابة في الغابة؟ أه، أولئت وتوبيس غارس بتاع أطفال يعني وتوبيس وأطفال في الغابة؟ شوف القدر؟ سبحان الله بتنازلش رفع كده بإدي وأنا ما هنزل بقى كده في الأطمال دي ودي سليمة بقى دي اللي هي بقى الحمد الله فعلاً حاجة مش حلوة خاصة الحمد الله الحمد الله، بس عمش عرف يعني ده من الأطوبيس ولا دي حالة نفسية؟ لا، دي مش حالة نفسية، دي حالة عقلية دي بقى من الأطوبيس، أصل العقل ولا نعم جميلة؟ آه، جميلة برض ما، أنت برضو ما، لازم تبقى تصبحها خير وأنت من أهله بعدين بقى مش عنا، مش عنا على فكرة، مش عنا، أبقول لك هوا خش أنت مكيش دعوة، عشان الله هتلاقي ممكن أن أي حد يعدي هنا خالتو، يا خالتو، يا خالتو، وما ما تبول ولا إيه؟ يلا، أنا حضر بقى الفطار، وهم يسخوا براحتهم أنا هنا هنا يا أمي الحالات لا عايزة له ولا أكتب محنا باعش، أمي يا خالتو، يا خالتو، يا خالتو ششش، إيه؟ إيه الدوش اللي انت عاملها دي؟ صباح الكريخة لها يا باي، مش معقول، صباح النول يا أختي، كويس إن جيت منك يا خالتو، وشكلك كده مش عاجبني كده ممصوصة عندي إصدحي موتني لا لا، بقول لك إيه؟ أنا جاي بطابة أفهول هخليك ترقعي كده ومعاه شوية بتنجم خلل وقرنين فلفل تبقي أمور، هتجل كده في الشقة إنتي إيه؟ أنا مش فاهمة، إنتي مفيش في دماغي غير الأكل مش معقول بجد إرحمني نفسك، إنتي بقيت عاملة زي التلاجة بالضبط قص عليك يا خالتو، قص عليك، ما كنتش تخيل إن الإهانة تيجي منك إنتي وبعدين لعلمك بقى، أنا بامشي كده هو في الشارع ألقق في البنطلون الرجالة كده يتنطوروا وورايا ويعكسوني يا حرام، عاشهم إبليس في الجنة الفكرة يا خالتو، إنتي فاهماني غلط، هو إنتي فاكرة يعني إن الرجالة بيحبوا الستة المعرقابة مع سعصة؟ خالص، الراجل من دول بيحب الستة اللي عندها فليكسيباليتي عشان تقدر تكمل وتوصل معاهم المشوار؟ طب يا فالحة، روحي بقى إنتي حدري الفطار ولا أقولك، استاني ساني ساني، أنا اللي هرح حدري الفطار وإنتي قومي صحي أكمل بس دا، إبعاديه خالص عشان ما يموتش من الريحة، كفاية لي إنتي بس ونا، مش ويش، إيه دي ها؟ إلا، لأ، ما تليش، والله سلامتم من القبضة ده، أنا أبوسيها صحي، أصفورة بتصحي، متليش طب يا روحي، يلا حبيبتي يا أكمل، يخرب عليك، يا أكمل تالي مركبك صف تالت، إيه العين يا خالدي؟ إيه ده، إيه ده، إيه ده، إيه ده خالت عينة قط النوم إنتا إيه اللي جابك هنا؟ يا أحدا، أنا، أنا انتوين يحنا بتوين السمك السمك إيه؟ ايه等 ده فقنقوطي فقلقوا حاجة دآ mare امممه هو Lima لأ، العن يا خالدي، دnis عارش ابنك في البلاد گه إيه اللي ما عملها معايا تالي ده؟ يذهب عين줘، مين انته؟ مين ته؟ ممم ممه موهم… أحميد هك adherفة، أحميد هك إيه اللي أنت عمله ده؟ أعم oh على سرير يا يله كثبي سررك أي ما انته كنت معايا باه قصد على السرير وكال فيه لوبك؟ حضرتك انت اللي قلتنا تعانمه على السرير انا معرفكمش لا حضرتك اللي عزمتنا على السرير وانا عزمك على سينما مترو؟ في ايه؟ انا معرف كيش اتعسل حضرتك ليه؟ البيتنا ما فيهوش خصوصية؟ العين يا خالدي تعالي شوف ابنك بعد ما خسيته بيخوني ايه سي ايه؟ ببقاع عاري ليه؟ على الصفح مش بأمح ينهارك اسود انت وهي ومنايل بستين نيلة ينهارك اسود بستين نيلة ينهارك اسود بستين نيلة ايه دا احنا وقفين في موقف ولا اول اتنوم؟ خواف عينك اتشو هي يا عرلات الادب يا عرلات الادب يا عرلات الادب حاجبك كده يا ماما طب يا مادام بسا حنفطر ونمشي على طول فطرك عزرائيل يا جا قومي يا عمي قومي 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 لا يا مادام قومي ومسي لوشك عزقلم يلا يلا اركبات محترم يا عرلات الادب ايه دا الادب ايه دا طب دينا فرصة تحكي يا لا حصل ما تقوليش يا لbled이 حصل ما تقوليش يا بنت اللي حصل انا عارباي اللي حصل ده ابني والا مسربيه وعارباي حصل منه ايه هيه يا ع websites ما تقوليش 2 قواعدة يهل i shut it up والله بعد عنا ن اعمل حاجة وكمان يبدو اكبل والله ايه دا وريك سبوني سبوني علي يا خزي يا ايه ALLY ا اولا اوي عيك اه اخد مينوطعك انت كمان احنا غضري اصل من الاول اللي احنا سمعنا كلامكو. يا الله يا ماما. ايوا اح لازم نمشي. فيه غلط هنا احنا بنتهزق. يا بخير. يا بخير. يلا يلا يلا. بلق البوليس. يا بابا. يا بابا. غلوكوز. مصير. ما يشكر يا بابا الحالي. عيب. عيب يا جماعة عيب. دقال للجار. تقدري تقول لي هنعمل اي دلوقتي؟ هننزل الشارع من الفيجامات كده؟ يا ريتني ما اسمعت كلامك من الاول يا ماما. واريتني ما اسمعت كلامك. دور عليه تلقاه يلي عينيك شايفاه وبرضو بتدور. ماما انت معاك المفتاح؟ اهه. وسايبقنا نتبهدل طول الليل بشكل ده ليه؟ عندي خطة في دماغي بتاكتك. بتاكتكي؟ طب ايه رأيك بأن انا مش هقعد في العمرة دي ولا ثانية ولا هقعد في الشقة دي وهارجح شايتنا القديمة يا ماما. يا بنتي انت ليه طول عمرة كده غبية؟ يا بنتي امشي وراي. امشي وراي تفلحي. في دماغي خطة وحافح لمهالك. خطة ايه يا ماما؟ بقى معاك المفتاح طول الليل وصايب شوية غاجر زي دول يبقبلونا كده ليه؟ ايه ده؟ ليه يا ماما؟ فين شناطنا؟ شنطاتنا وهدمنا كمان. ايه ده؟ يالله. وديل حصلة. اوه! 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 لو عتبتوا عندنا تاني هسفلكوا. الله يسامحك يا ماما. انت سوفوا كل اللي بيحصل هنا ده. بتعملي فينك ده ليه؟ بس نايفس افهم؟ ما انا... ما انا قصي كنت لو كنت قلتلك على الخطة بتاعتي مكتش عتوافقي. خطة ايه بس؟ اه! خطة الناحية نتعرف على الجران يعني. وفي حد يتعرف على حد بالشكل ده؟ ما قصينا كان في دماغي حاجة بخصوص العريس بتاعك يعني. عريس هو بقى خاص العريس بتاعي؟ اه! ولد كويس قوي. ولد محترم قوي لو كنت قلتلي مكتش عتوافقي. اوفق على بيه بس يا ماما. قصينا اول ما جيت اشوف الشقة وعينها. لفت نظري عربيته. بدلته وسعته وجزمته. وانش عارف انا منخري دي تجيب ايه الشياكة عن بعد. عجبني اول ولد. اسمه اكمل حسين فاهمي. ابوه عنده مصنع ملابس حريمي. هو عنده مكتب ديكور في قشك حتة فيك يا بلد. بيجهزوا في الليتهم بتاعت التجمع والخامس فين لقيت شرح القلب فيها حتة جنينة يجري فيها الخيل. وهم عادوا في الشقة دي بشكل مهقد. مع ان الشقة دي شقة. شقة ما تنسبش. وليلي ده عليس لقطة ولا مش عايس لقطة؟ انا مش مصدقكي. بيجادت مش معقول. هو ايه اللي مش معقول؟ انت عايشة في الحلم الوردي. انت بيتة عبيطة. مش فاهمة اسلوب الحياة. خدي خبرتي. وانا بقى مش هتجوز حد ايلا اذا كنت بحبه بقى يا ماما. حب. حب يا اي اما حب. جات الخيبة عليك وعلى حبك. انا كنت بحب ابوك يا بيت. عملت ايه؟ استفدت ايه؟ ده احنا ما كناش حتى عارفين نجيب شقة تبليك. ولول ان انا كنت بشتغل وبساعده. كان زمانك حضرتك متعلمتيش. وزمانك بتصراحي في الاشارات بتبيعي مناديل. ماما. جاتك مو. انتي تعمل انا بقولك عليه وبس. فاهمة انا مش فاهمة. طب هو اول ما اتزنق عمل نفسه مش عارفنا. بقى ده بالزم وراجل يعتمد عليه. ده غلبان. ده مسكيد يا ولده يا حبة عين امه. مشكلته بقى انه هو اول ما بيصحى من النوم. بيبقى فاقد الزاكرة. مش فيك الحاجة خالص. ماما انت حرفت كلها الكلام ده من. مي السمصار. اديت له متين جنيه وعدت جنبه عالسلم. كلمة منه كلمة منه كلمة منه كلمة منه كلمة منه. اخدت كل السي في بتاع العيلة. ساكنين فين. والفيسبوك بتاعهم ايه. وايميلاتهم ايه. والانستجرام بتاعهم ايه. وامو شايلة كان في البنك. وابوه حساباته فين. وكل حاجة عن. حتى اللقصات اللي عليهم قلي عليها. اقولك ارقام تليفوناتهم السرية والعلنية برضو معايا. ومعايا اسم جدته. ماما انت شغالة في المخبارات؟ يا بيت. انا بخطط وبتلتك. اتقالي. عشان تاخدي شغلة نضيف. هي كلمة واحدة مفيش غيرها. صح. هي كلمة واحدة. واحدة. ومفيش غيرها. اللي هي ايه بقى؟ امك هتطلق ايه؟ هتطلق ايه؟ كمان مش عرفها. اخرس. انت حتتجوز مونة الاسبوع ده. وايه وعتقولي لا. عارف لو قلت لا. لا في عربية والبتب ده حيتقفل. والفلوس بتاعت ابوك اللي انت متكل عليها. انا هتخليه يوزها على الجماعيات الخيرية. لا. انا لا اسمح بفلوسي وش عمري. يتوزع في الاخر على الجماعيات الخيرية. ده ممكن يا رحم. ازاي يعني؟ لازم يا اياه ينفذل انت بتقول عليه. اه. يعني ايه. يعني ايه. ما انا مش عايزة تجوز مونة ما بحبهاش. ما بقى. انا عايزة بقى فقير وابقى ياتيم. مش عايزة تجوز مونة. يا حبيبي يا حبيبي اسمع كلام امك. مونة دي امر. امر امر. امر منين يا بابا؟ امر واسمع كلامها. اصلا انت مش فاهم. يعني انا مش قادر افهم. يعني مونة دي فعلا نعمة من عندي ربنا واجتلك. وانت اللي بترفس النعمة برجلاتك. مين مين اللي يرفس النعمة؟ مونة تترفس؟ لا يا باب. مونة لو رفزتها حغرز. ولو غرست مين هيطلعني؟ انت هتطلعني يا بابا؟ انا اطلعك. ده محمد رجع لها تمشي بحنية لا يقوم زلزال. يعني الوحيدة. طي بتقول اي حاجة بابا الله. والله العظيم اي حاجة يا مونة دي مش هينفع. مش هينفع. انا دلوقتي لو اتجوزتها وعايز احتويها مثلا. احتويها ازاي دي؟ اعمل لها خطة؟ لازم اسيطر على اركانها. دي لازم اجنصرها عشان اعرف احتويها يا ماما. انا بالعب في وزن وهي في وزن تاني. انا خفيف متوسط. انت ايش فهمت في الستات انت لسه اصغنن. انت لسه ما تفهمش في الستات. الست لازم تبقى مربربة كده. ومال يهدمها كده وعملة زي البطوطة. وتترنح يمين وتترنع الشمال. امر 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 امر. ايوة. الست لازم تبقى كده بطة. بطة. ما دعم ليك كده. انا بطة يا دونو. انت يا حبيبتي انت فروخة. انت جميلة. الست لازم تبقى راسي على الارض يا ماشا. انت بس يا كنا. والله بتقولها يا جو. نعم. ادخل. بس با. بس با. بس انا هنا فيها مركزي بوردة مصحب الشركة. ادخل. يا السلام. المهندسة جديدة وسلت. اه اه اه. ليه بتقولي زبعتها. ليه طيب. ماشا سكرتيري هلا. روحي جبيها بسرعة. فضالي. اه. بتبصي لكده يا. انا مش عارف ايه ده. انا مش عارف ايه ده. اديجي جيت ايه. ولاقتيني بزعالها برا. قلت القدب. دي و ايه حكاية المهندسة الجديدة دي بقى ان شاء الله. اه. دي مهندسة ماما سيادة الوزير موصيني عليها. سيادة الوزير من امتى ببعت لنا مهندسين. من النهاردة. اكلمني وقال لي احنا في مهندسة جديدة. كأنها انا بالضبط. ايه. يا نهارك اسر بستين نيلة. انت ايه اللي جابك هنا بالتنتي. هو المكتب بتاعك. احنا هنستقبل. انا لو اعرف ما كنتش خطت هنا رحظة. جميلة استقبل. انت رايح فين يا واد انت. خليها ترافي ستين داهية. يا ماما ترافي ستين داهية ده وزير. وزير. وزير يا جماعة وزير يا مابا. لا يا مابا يا وزير. وزير جامد جدا. يا جميلة. يا جميلة. سيادة اللي تعالي. انا بس رايحة فين. ايه. امع ايتي كده انت تجننت. فيها يا جميلة رايحة على فين طيب. انا لو عرف ان المكتب بتاعك من الاول ما كنتش جيت هنا. كنتش جيت هنا ازاي بقى. انت عارفة انه هو المكتب بتاع. بلاش الكزم داه جميلة بقى. ماش جيت زي ما اوزة. انا عاوزة اعرف انت بتهببي ايه هنا. انت ديك يا عين يا بيت انت انك تجي لحد ده عندي في الشركة. ماما. لو سمحتي مفيش داعي للتجريح. جميلة. تجريح. هو انت لسه شورتي حاجة من تجريح يا حبيبتي. ايه كمال. طب ايه رايك بقى ان انا مش ماشية. واني جاي اشتغل هنا بقى اوامر عليا من ساعات الوزير. وهاشتغل. حياتي. ماما بقى يا ماما بقى يا ماما بقى. ها قلت ايه. قلنا ايه قلنا هتشتغل. هتشتغل هتشتغل ايه. عشان احنا بنضور عالكفاءات. والبنت دي كفاءة. دي جاي من غير بانطلوم. بص الكفاءة عملة ازاي يا ماما. اخبص يا ماما. البيت دي مش هتشتغل. علي جوثتي لو اشتغل. يا ماما فهم يا ماما تصرعيش. إنت عارفة دي جاية من طرف من من ساعت الوزير شخصيا إياه سيلاي أنا هكلم ساعت الوزير ياه ليه وخالي إياه هكلم ساعت الوزير ياه مهم ما ده أول مرة يطلب مني طلب أبعدين ما تليقش أنا هعرف إزاي خليها تكره الشغل ده وجيلي تقولي ليا بوس رجلك ماشيني من هنا وأنا مش همشيها آه وهرجع ماشيها علي أنا الكلام ده حبيب لاي كنغيره كشتر ياه ماما في ايه بقى إياه ساعت الوزير؟ انا احكي مش عطولك احكي 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 قولي ان ما فيش حاجة حصل اتنجي الو ساعتك يا فنم ازاي ساعتك قولو امني عايز اتكلمك لا دي ماما اه ماما بتقولي ساعت الوزير ربنا هيجديله الصحة ويباركلي الصحة ايه؟ جميلة 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 جمال مالهاش مثال بنت اللازينة دي قولو مش هتقد قولو اللي بتقولك مش هتقد يعني غير على مكتب احلى من المكتب اللي احكي بقولها اه لا ايه في الحمام دلوقتي لا بتطول او ساعت الوزير بتطول جميلة بتطول جدا يعني اه عايزها في الحمام عايزها في الحمام طيب ساعت الوزير ايه يا حبيبتي ايه ايه اللي انت بتقولي ده؟ ايه المكتب اللي انت روحتيه طيلي يا مكتب اكمل ياه القدر بيلعب لعبته امك تكتيكت وخططت وربنا واقف جنبي عشان تعرفي هو العريس اللي مكتوب لك يا حبيبتي ما تأخرش عن الغداء اه باباك يعمل بنيه وعمل رز ولا بقى اللفت المخلل حتاكلي صابعك وراه عايزة خيار مخلل؟ حاضر يا حبيبتي حخليه خلي لهولك والغاية ما تيه يكون استاوى مع السلامة يا حبيبتي مع السلامة ياه 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 على الظروف ياه ياه يا مونير اوعد صاحيني غير لما تكون حمرت ياه صباح الخير يا نيسة جميلة صباح النور ياه ياه هاكبر ياه 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 أنا وابا ونا نسودهم وقلتوا لهم قادرتوا ونا وابا قلتوا لهم وهو جميلة خلاص يا حبيبي نحنا رحل لهم حاجة حلوة بمبلغ كبير جداً، طلو مرسي يا بابا والحمدلله لا يا أكمل وما فيش داعي لا فيه داعي لأن أنا وبابا عمنا مجود كبير جداً مدرح تيجي تضيعي انت في لحظة، ما فيش داعي، تخلص الموضوع خلاص، أنا بقى روح لبابي وأقول له خلاص يا بابا أن روح تكلمت جميلة وأيك لأ مش عايزين حد يجيننا بلا باباك بلا عرف إيه دا، أنا قلت كده؟ أه أكمل وهنت مش فاهم يعني الفكرة بس إن الستة ولتك يعني ممكن يا جميلة، هل تشيل ماما من دماغي خالص، ممكن؟ مش أنا أبدأ ها؟ مش لقيلها تفسير والله، أنا كيف أدور قلق أيدي مش أمي، متبنياني مثلاً بص يا أكمل أنا مش حطها في دماغي بس أنا مش عايزين تبقى متضايق خصوصاً إحنا بقينا جراند وكمان أنا بشتغل معاك هنا يا جميلة ماما، هتتضايق، هتتضايق والله يا صدقين أنا عرفها أكتر منك ده في أي مناسبة عندنا بلقى مكشرة قوي كده فيها ماما، فرحانة، فرحانة يا حبيبي كده بتبقى عاملة كده يا جميلة أكمل، أنا عايزة أقول لك على حاجة مهمة لما تيجي نخش المكتب هو أنت على طول كده؟ بص مش هينفع هنا، كده أنت جريئة قوي أكمل أنت أوفر قوي على فكرة، تيني فرصة أقول لك إيه يا جميلة؟ عايزة إيه؟ الخوف المنتك بتخافه عليك ده خوف مرضي يعني أنا هتعادي؟ بتش عارفها هتتعادي ولا لأ؟ بس لازم تتعايلك أنا ولا ماما؟ ركز معي يا أكبر، مامتك، هي اللي حيانا مش أنت فيها يا جميلة، أنت عايزة تكرهيني في أمي؟ آه يا جميلة، أنت كده بتضغطي على نفسياتي فأنا روح البيت أقضى فكر كتير ماما خنقاني، ماما عاملة لده وشاو ماما متعار فيها ومجاي داخل عليها البيت، ومجاي خنقها لحد ما كمني يا جميلة، زي ما أنتو، زي ما أنت على أضعوكو كده إيه ده؟ الله الله، حلو أول اللي أنتو عاملينه ده؟ لا يا راشيما، والله ده هي اللي جاي من غير بأنطلوب إيه رأيك بقى؟ روح أجبلوكو اتنين لامون خلط وعسفورتين كده خلي الجو يحلوه والجوبي يحلوه بالحاجات دي؟ دي قديمة أوي بقولك إيه؟ احترمي نفسك يا حسن لك مش كيفية يا بيت إن أنت عملتي في البيت؟ جاي أوران حد الشركة؟ لا، أنت شكلت كده محربتيش من المرة اللي فاتت، وعايزها تتربي لا، جميلة، انت استعجلت استنى انت لو سمحت نو، أنا متربي يا أمي كويس قوي، أنت اللي عايزة علقة تخرج من نفوخك هوروشيما، فيه إيه؟ أنت مش مخترب أن فيه ابن خلط كواف؟ هو فين؟ فين إيه؟ هوروشيما، هلو، هوروشيما، إيه؟ حتى كليها زي البنت اللي فاتت؟ ها ها جيل، بالأحمر اللي هي الأفسادة، ده أنا عاملها معاملة الكاتشب أهلوها، آه! تنخل مني يا حبيبي، والكاتشب ايه؟ أنا هربيك بس بس يا ديه، بس خلاص، عايزت مش عايزت، أ موسع كده، مستر عاكمل، مستر عكمل، مستر عاكمل، هيا انت بتتفاجئ؟ ليه بي يكونوا مغرق العاكمل؟ يا عاكمل، أيه انا مستر عاكمل أهلاً 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 جميلة 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 إزايك يا جديلة؟ أعمل إيه؟ يا رمضان لا مش وقت رمضان يا رمضان ما يوشاته إيه بيجي من السنة للسنة نكلمك آيه آيه يا حبيبي اتفضل يا حبيبي اتفضل نور ده النور نور بصحابه ايه؟ ايه؟ المور بصحابه اللي موروه ايه النفل يعني أنا بمصوتي يعني إزايك جميلة أنا منشكر أوي أنت سنحتين أنا مكنتش عارفة أنك بدعني قوي كده ايه يا جميلة بدعنا معاني معانية نش عارفة عينها فين تعرف نور فكرت كتير في كلام اللي انت قلتهولي معانا كده أن أنت كنت قاعدة تفكري فيها يعني مش قوي لا قوي كنت سارحايا يا صاح الجميلة بقى أولي أتمنى الإيه؟ جميلة بصراحة كده يعني من غير مقدمات بتاعت الشباب وأنا حسرت بحاجة لطيفة جميلة جميلة أه هو ليه في بنا كمية الحاجات دي لأ جميلة أنا معجب بيك كده خبت لازم؟ أه خبت لازم احنا ما نعرفش بعادة من زمان يا أجد يا فكرة لا أعرفك أعرفك كويس أعرف أن أنت بنت نيس وكويسة و جميلة يا جميلة وفي شوية حاجات هتتزبط يعني موضوع أنك بتنسي البنطلونة على طول دا يعني أنا أفكر بيه بص يا أكمل أنا بصراحة ما بحبش الحاجات تجيب سرعة كده لازم كل حاجة تاخد وقتها يعني استنى سنتين عشان فتحك في الموضوع؟ لا مش الفكرة بص يعني لازم نعرف بعض كويس كده يعني يبعني أنت مش واخد بالك أن مامتك مستحيل توافق بعض العزل؟ هس هتسيبك من مامتي بقى دلوقت تقول من أنت توافق الأول بعد كده انتشوف لنا صرفه في ماما بصراحة كده أنا في شوية حاجات لازم تأكد منها وزي إيه؟ يعني أخلاقك لا أنا متأكد من أخلاقك تاريخك مشرف جداً لأي بنت تكملي مش ممكن يكون عندك علاقات 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 إيه بس يا جميلة أنا طوله عمري عايش لوحدي عمري ما حسيت أني حد أحبني عمري ما حد أحسسني إن أنا أكمل عشان أكمل نفسه إنما أنا أكمل عشان هما عايزين أكمل فيه حتى في الجماعة في الجماعة جميلة كان كل صحابي زبطوا بنات واجأ زبطانا يقولولي خلصة البنات يا أكمل يعني ما عملوش حيزة بي ملقه لجميلة ما علش إيه بس جميلة أنا متعذب على فجران شايل حاجات مش عارف أقولها على حد كانوا بيخرجوا في الجماعة يعني أما زبطوا خلاص يخرجوا بقى إيه يخرجوا يا جميلة يخرجوا ما دلونيش معهم طب ما روح معهم مش عايز بنات أروح بيروح حيتة حلوة يا جميلة ايه ايه في ايه؟ نهز هنا في نهز هنا يا جميلة افتكر الجامعة النهزة تجات يديك يا ناتين كل ما افتكر الجامعة النهزة تجيلي على دول مش عارف أعمل ايه؟ أعمل ايه يعني يا جميلة ما فيش حد معايا فعلا أنا يا تيم يا تيم؟ زي؟ الأخ والأخت يا تيم ما عنديش أخوات وبابا يعود يزعق لي وماما توقيت يزعق لي وهما الاتنين ما فيدي خلفوا لي يعني لو ركيز وفلهم خلفوا لي حيدا صغير ركيز هذا العبدي أتكلم معي سوري ان انا بكيت سوري سوري بس سبين سبين يجيط معهم متأكلة والله يجيط معهم متأكلة جميلة ايه ايه اكمل معيش سوري يا جميلة سوري ما بفتفاتش الحد سوري يا حياتي ما ينفعش بوسي تأي دلوقتي أنا قاعد في غصة ناس هيسمعوني وأنا ببوسك أيها بعديا هخلص الاجتماع وهدلك على طول بوسع حاضر حفوزك طب افل الضغطي بزرع عشان فيه موضوع كده ايه 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 استاذ ايه ايه انت عايز تعمل ايه ارجوك شيل السلاح من ايدك احنا كلنا جايين نعتذرلك لو سمحت حاضر حاضر بلهاش تهور من فضلك بلهاش ارجوك لا لا ارجوك بلهاش مش هارف اقولك ايه ولا تقول اي حد قول سمحتكو وناخد بعضنا كده بالشلة كلها ونخرج وعاف الله عم بها سلف انا عاوزة بقى صايع اصل انا سمحتك وانت بتتكلم في التليفون فعرفت ان انت مقطع السمك ودلها ايه ده يا انا شفت دمي ده انا مش مقطع السمك ودلها بس ده انا مقطع الحوت كله كده وجاب كرش وبالجوه شوف انا عايزة بقى راجل دونجوان كده عاوزة بقى صايع وحرف ستات كدير قوي اللهي طيب ملعتك خنق كتم على نفسي اخص على كده انا من ايدك دي ليدك دي اه ايوة بس السياعة دي صعب قوي ومش معنى انك انت شفتيني بزدت واحدة في التليفون وبتكلمك بمكان كده الطياري وبوسك كده بسبتها بيها تبقى دي سياعة السياعة عمجالها واسع اوسع من كده بكتير خلاص علمني اه بس انت علشان اعلمك لازم تسمع كلامي بالحرف الواحد ما انا قلتلك انا من ايدك دي ليدك دي اه طيب سؤال كده بسيط فضل انت عارفش السدات قبل كده خالص خسارها خسارها الرجال يا خسارها انا عشان كده بتقطع من جواي بطل بقى الصعب الرياضي والشعب الرياضي اللي بتلعها انا بتقطع بطل بقى بطل ما عمرك شف حياتك عكستي واحدة كده بس وعيات النبي ما تكسر لأي حد لا لا انا ما عرفتش حد خالص بس انا دلوقتي باتفرج على مسلسلات اسباني توركي هندي ماكسيكي ويا سادة سودة وانا ما تجيب سيرة لحد لا اش عاوله ودلوقتي دخلت عالك كوري كوري ولاد الحرام هم اللي داللون عليه المهم الرمود بتاع التلفزيون مخبيه مخبيه عن دخولي يا بالليل مجبولة كل يوم اه كويس قوي لا انت دعبا قوي لا انت صعبت علي قوي لا انا فعلا بططع من جوايا هم هم احنا جران وانا حاسس ان انا وانت هنبقى قريبين من بعض قوي ايه بس نزي يا فضلك نزي لك انت هلتك صعب بس بقى انت عشان تتعلم الصياعة تجي لي الشركة شركة اكمل ابني عشان اعلمك وديلك كورس مكسف طب ما ديلك الشقة احسن لا تجي لي الشركة الشركة هناك النت والشبكة عليها هناك ها لانا انت احنا هنشتغل بجامل جدا الصياعة دي معتاج لكل المجالات ماشي طب بقول لكي بقى لا الشغل الشغل والسن عاوز ايه لا شغل ايه انا منوظف لا انت مخد تعبان جدا انت عايز لك غسالة فول اوتوماتيك عشان تنظفها بقول لك الشغل الصنف الموزة انو عايز تتكلم فيها وتزمت معها اه اي حاجة انا مبدو اش يعني خلاص ما تقلعش انا هخليك سروخ هتعدي انت بتعمل دلوقتي هعمل عصاير لا لا عصاير ايه معايد مسكافين تزود لي اللبن سكرك ايه نص معلقة سكر انا فاجيب السكر برا بقول لغامي انا قلت لك نص معلقة سكر برا لزمتو ايه حاضر نص معلقة سكر يا استاذي ايوا كده بصراحة حاضر بصراحة او بس لازم الاول خلاصه من عقده عقده عقد ايه ده الوات زي الفل معندوش اي عقد ايوا يا ماما بس عقدت امه دي عاملاله عقد كتير قوي بصراحة كده الوات صعبان علي انا نفسي كده يبقى متدردح عارفة وعايز يعمل ايه وشركته شركته دي لازم تبقى اكبر شركة في مصر برافو عليك اخيرا فتحت مخك امشي ورا كلامي تفلحي انا نفسي كده يبقى متدردح بصي بقى خودي الوصاية السابع اول هام عايزك انت يتشتريه كرفتاته وبيدله وجزمه وشرباته عايزك تسنجفيه تنوريه تخليه بقى مختلف عايزك تروحي المكتب تبقى انت السكرترة الخاصة بتاعته وتاخدي كل موعده عايز المكتب ده يكبر 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 وكل ما يسأل نفسه انا باكبر ليه يلف في شماله يلاقي جميلة يلف في مينه يلاقي جميلة عارفة يا ماما انا حسكد ان انت عندك حق يا بنتي هي تقول عملي عندي حق بس انت بش ورا كلامي ما تعني ديش معايا قولي حضر يا ماما تحت امرك يا ماما اللي تشوفيه يا ماما سماع انوطع يا ماما حتفلحي يا جميلة ده البادلة عند البنات؟ بدلة؟ ممم، دراس دراس ايه اكمل؟ التونيك تونيك، انت بجيب الكلام دامنين انتو اللي بتجيبوا اللبس دامنين برضو يا جميلة فاكرة القميس اللي كلواحده، فاكرة انه شوفته طب بقول لك ايه؟ ممم ما تسيبك يعني من لبس البنات وتيجي نروح نفطر أه لا يا جميلة فطر الصبح مش عارف ماليش نفس باين أصلي بصراحة سمعتني فيه مطعم حل وقوي قريب من هنا ما تيجي نروح لفتر ونيجي نكمل يومنا وعرفت من هنا يا هنم إن طعمه حلو كانت محمين غير يا جميلة إيه أكمل إن عرفت من على الإنترنت أقول الإنترنت تعرفت إذا كان حلو ولا لأ؟ كله كنا كاذبات، إنت تكذب يا جميلة، زي قاية إنت مش ما أقولي، مش ما أقولي قولي القفر اللي إنت فيه يا أكمل بجد كل ده عشان وطيرك نفتر؟ ها، ها يا سلامي، يا سلامي، يا سلامي، يا سلامي هل توفي؟ آه، أنا عايز أعرف بقى أنتوا جايين تشتغلوا ولا جايين تتصرمحوا؟ لا دي صرمحت شغل يا ماما آه، عشان كده بقى أنا فكرت وقررت بما إن أنا خريجت في نوم جميلة وبقى لي تير قوي ما مرستش المهنة دي وعملت المكتب ده عشان حبيبي، ابني، حياة قلبي فأنا قررت إن أجيء أساعدك في المكتب هنا؟ آه، في المكتب يا حياتي ما هنا يعني تعود هنا أيوة؟ هاي علشان أدي خبرتي للمحتاجين خبرة أصدع لي كنتي جميلة لا، وكمان عشان أقعد للحال المايل أدي أصدع لي هنا بقى تعالي يا بنتي أنت أنت قلت لي اسمك إيه؟ جميلة جميلة؟ ها، مش باين تعالي يا حبيبي آه، تعالي وراي ليه؟ جاية هنا لي يا ماما؟ جاية هنا ليه؟ طيب البيت وبتنا هعيش معك البيت عايد يا ماما جاية هنا لي يا ماما؟ جاية هنا لي يا ماما؟ طبعاً ما ليه يا ماما؟ باي باي؟ باي؟ ما خلاص ما قلناه؟ ما حنعرفينها؟ اقفل انت بقى؟ ده انت فريد قوي فريد دي تاسعة مرة تقولها دي؟ مش مش يا سيدي باي باي هاي هاي الهاي دي تلعت من المخلوق ده؟ انا مونة اخصى عليك مونة اخصى عليك وانا اكمل سيبيني في حالي والنبي شيت انت معرفينيش هاي وشيت مش مناسبة ليك الكلام ده خالص يا مونة انت عملت في نفسك كده ليه؟ انا قلت ابين المعجزات الكونية اللي خفيها الترهولات اللي عمرك ما كنت هتشوفها لما نتجوز ولا عمري هشوفها ولا عمري عن التجوز والنبي لو حجيتي وطفتي وقعدتي تدعي كده ان فيك نوز تطلع منك ولا حيطلع مني غير حاجات مدفونة معفنة من كمكنة ما تحترمي نفسك يا مونة ايه انت بتعمليه في نفسك ده؟ طيب طيب انت ما شفتش حلقتي مع دكتور مستفى محمود؟ اه بتاعت الدب القطبي اكمل ما شفتش لما اتكلم عن ان المرأة المليانة اكثر تدفقها؟ ما اتكلمش عن الراجل الرفيع اكثر خانقة بسرعة؟ ما عالش الكلام ده؟ يا مونة انت بتعمليه في نفسك كده ليه طيب؟ عشان ما احبك بتحبيني ولا بتنفذي كلام ما هما يا كذبة؟ اكمل انت انت لي ما بتحبنيش هقونة وحشة قوي كده انا مقدرش اقول انك وحشة يا مونة لكن مقدرش اقول انك حلوة انا مقدرش اتكلم في الموضوع ده لان لو خدوا رأيي هقول الصراحة الصراحة يا مونة انك واقفة في منطقة مش محددة مش مفهومة ديابس ولا صحرة كلاب بتهوها ومع شجر مع حتة معجورة مع حالة مقرفة يا مونة انت بنت خالتي وبس بنت خالتي وبس فما ينفعش ما ننفعش البعض اكمل اهو طب الروج ده ما اثرش فيك كان اثر في البق يا مونة اكمل بقولك ايه؟ ايه؟ المكتب فاضي والشيطان راديو موجود ده معناه ايه بالنسبة لنا؟ يعني رحم هرموناتي رحم ايه؟ هرموناتي ايه عايزة يا مونة مالك؟ بتتكلمت ايه يا مونة؟ اكمل 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 والله ما تحس بحالة ما تحس بحاجة يا مونة؟ والله ما تحس بحاجة مونة؟ اكمل طب هو فعلاً كده؟ لا يا شيخ وانت ان شاء الله علاقتك بيه ايه؟ بتخديل مولاتي بيع سبح؟ انت مش فاهمة بابا من سنة معرفني عليه عشان قالها حلاحة بس ايه؟ زي ما بقولك كده لحد دلوقتي بيتكس فيه على جمع ومن سنة لحد دلوقتي؟ ولسه ما تحلاحش؟ هيكون الوقت ده في حاجة غلط؟ لا لا ما تقلقيش هو بس كل الحكاية انه هو مش عايز يرتبط بوحدة الى ما يكون بيحبها بجد؟ بجد؟ انت هتكلب عالي حلاوة يا بيت انت؟ يعني ايه يعني يا ابوه عرفه عليك على سنة الاحلاحية؟ ده كلام يدخل العقل اصلا انت مش فاهمة اصلا هو والده مصمم انه يجاوزوا البنت اللي على مزاجه مش اللي على مزاج مامته وطبعا ده مش هيحصل طول ما مامته مسيطرة عليك فهمتي؟ ممكن برضو وانتك حق بتفكري في ايه؟ احكيه عن اكمل انت تعرفيه بقالك سانة يعني اكيد تعرفي عنه حاجات كتير انا ما عرفش عنه اي حاجة تخيلي المكان الوحيد اللي احنا بقالنا سانة بنقرق فيه فين؟ فين؟ فين انت الحيوان هتا؟ الله يزمحك يا ميلا الله يزمحك أثروا عليكي ما أثروا عليكي خلوكي تقولي الأجمل نسيت بعض يعني ايه؟ يعني اعود مع بعضي اعود مع بعضي خلاص يا أكمل بقى ما تعيط مش كل شوية تعيط يا أكمل ندل بتاعي يا توني يا جميلة طبع ايه رايك بقى يا جميلة؟ ان احنا مش هنخضع لكل اللي بيقولوا هنه ده ان احنا عايش بمزاجنا وبعدين انا عايش بالطريقة اللي انا عايزة يا جميلة انا عاعمل زي رواية الاسكندر الأكبر بالزبط فاكرة الاسكندر الأكبر لما كان في المملكة ودخل عليه بطليموس الأول فاكرة؟ فاكرة بطليموس كان الشر اللي في عينيه وراح قال له اسكندر اقفلي هنا أكبر راح اسكندر عمل ايه بحكمة؟ بحكمة عمل ايه؟ قال أنا ومن بعد يا الطفان خلاص يا جميلة انا عمز يا اسكندر وأنا ومن بعد يا الطفان اسكندر الأكبر قال أنا ومن بعد يا الطفان؟ اه؟ في المملكة؟ في الرواية في الرواية في المملكة الله أعلم احنا وإحنا كنا معابة مملكة يا جميلة مش القصد يا جديد مش القصد ان انا عايزة بعندي كراري كراري يا جميلة انا دلوقتي بقي كبير وليش شخصية يا جميلة تعالي ننسى ننسى ايه يا حاجة انا عارف ان ده ضغط علينا احنا اللي اتنين ما تيجي ان نخرج بلاجي البوليس بلاجي البوليس يا بابا طيب عشان نفتح الباب. مش عارفين نفتح. في دلوقت يا حسين اعمل ايه ده? 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 ده؟ ايه ده? ايه ده بس. يا مام يا ده؟ انا اللي حيعمل حاجة في جميلة انا ممكن افجر جميلة وفجر نفسي. ايه ده تفجر ايه يا جماعة صلى على النبي هو الان ده كالبينة ولا ايه? والسلام بس نبصي حقتلك. طف وقليت في ان انا مش هتجوز غير اكمل وهتجوز اتجوز وهاتجوز. اه 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 انا مش هتجوز حقتنها. شايفو موك بتعمل ايه? حشان بعد كده لما اقولك تبقى نص نعيش برة ومن ف نعيش مع ستة دي تبقى تسمح كلامي. يا نهاريكي السيد من ليلة ستين يا لأ انت عايزة تاخدي ابني من حضني يا دي القدل. يا مسلوعة عايزة تاخدي ابني يا قرابي. عايزة تاخد الورد من حضني. يا حسين. يا حسين. احنا كده اتفضحنا في المطاعم. اتفضحنا بالشوارع. اتفضحنا وعلى مجين. قنوات الفضاية بتصورنا على الهوى. فاتت خليت صلاحي يجي صورنا وعملنا برنامج ولي ايه? يعني اقول له غلطانة. هي هي مش غلطانة. هي مش غلطانة. هي غلطانة. انا لغلطانة. انا لغلطانة. انا لغلطانة. علشان لما شفتها بترقص. اه. انا حمريت وازرقت. وكنت عايزة جيت دماء خلاصين. شفت باي انا مش غلطانة. اه. شفت كت بترقص معاها زي حسين. تزعبطها كده. منتل ايدي. ومسكاة كده. كش عايزة. دخل غوعم بها. ايه ده. انا ارقص بالطريقة الموريفة دي. بلى دي او الرأسة دي يا. اولا من كنت معها جميلة بصت لها في عنايا. بقى كده بصتت لي في عنايا. بقى كده قلت لها ايه. تسماحي لي بالرأسة دي يا جميلة. سمحت يا باب. سمحت لئية. اعمل ايه يعني؟. ررت جاية رايح مقدم لها. واخد اي ديها دي حطتها على الكدف ده ده. واخدت اي ديها دي وحطتها على الكدف ده. واي دايال이 طنين بقى احضرتك قريب حدونا بالوقت بلعبة الله عمل أخوة جميلة يا جميلة عايزا تغذيها؟ بوسيني بوسيني فدّه طبعًا يا رحمة أنا عايزك تهدي حابلتي، ووتروائق خالص أهدى، أهدى، إنت تعاله هنا تعاله عايزك يا سهونة أنا عايزها عرض بدي كنت يبتواد وديلو ولا تقوللو إيه كنت بقوله إن أنا بحبه عمم وإن أنا عايزة جاوزة 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 بصي بقى بصي أنا مش هسيبك النهاردة مش هسيبها مش هسيبها إنتا بعدكش شعر عشرة شده عايز أشد شعر هاتولي شعر عشرة شده هو أنا لا رأستي معها هو الراس مش أنا يا ماما لو سمحت يا ماما أنا مش هتنزل عن جميلة أنا عايزها عايزها؟ إنتا تجنيت يا وقت إنتا تجنيتها يا ماما برضو نفس الحيطة برضو في الضرب ليه يا ماما على فكرة بقى أنا لو ما تجوزتش جميلة هتجوزها برضو خلاص مش عايز كلام أنا فهمت دلوقتي في حكاية كده هنعملها مع بعض ويا رب إن شاء الله هتنجحها مم جميلة يا بنتي نعم إنتي عاوزة الواد أكمل؟ اوه عايزين الواقوي اوه دي واحدة الرحمة وانت عاوز جميلة؟ محتاجة أفكر تفكر إيه انت داخل جمعية؟ لا عاوزها ولا لا؟ اوه يا لا مالكش دعوة؟ اوه ولا لا؟ مسيطر إنت اوه عايز جميلة قوي كمان بس يبقى إن شاء الله إحنا نختبر بعض نفتح الشقتين على بعض أو نفكر نعمل نفق يعني ممكن نخش من تحت البعض فالمفروض إن إحنا في الفترة دي حنذاكر بعض كويس ونفهم بعض كويس من خلال الفترة دي حيبان إذا كانوا هم عاوزين بعض أو مش عاوزين بعض برافو يا حسين يا جامد قوي اخرس يا كبير العيلة اخرس شبتي بابي لما بيتكلم بقول لك اخرس انا موفق انا موفق انا موفق انا موفق انا مش موفق انا معودش مع الجرابية الدولة خلاص يا ماما راس بابا بابا خلاص نخلي ماما تمشي بقى واحنا نحكي لك يا ماما لا رحمة لازم تكون شاهد على الموقف ناخد وقت قد ايه يعني ممكن نتفيكو شهر او 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 شهر ايه تتجيل ليه انت تضموخة على الاقل عشر سنين ايه عشر سنين ايه احنا بالرب عقولي عشر سنين ايه ماينفعش كلام ده ده لازم اقل من كده بكتير عشان بسرعة ها اه طب عشان خطركو ها عشان خطركو عشان خطرة كده ايه خمس سنين ايه انت بتقلل العقوبة يا بابا دي عضية التعاني انتاخد ست شهور بس انت في اسم مبابا واقف بتتكلم ولا ايه ما تقول لها ايه 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 بهم اللي بقولك عليه خلاص نخليهم ثلاث شهور وبإذن الله حيبان اذا كانوا عاوزين بعض او مش عاوزين بعض لا مستحيل ما انا عصبهم يعني اربع عسابيع كده ونخلص مده ايه ده ايه ده لا 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 بتفاجئين يا عندنا ضيوف وما تقوليش واستاذ حسين اهلا اهلا وسهلا يا لو عرف انك جاي كنت عملت كب كيك اهلا كب كيك اهلا مادام رحمة اهلا لو كنت عافل نجاية كنت عملت شامي غير سكر اهلا اهلا فين مونير يا حبيبتي عشان نحتفل مونير عملت الشغل اللي عليكي شغل ايه حضرتك انا محد تسألي ان انا عندي شغل واللهي يعني انت شطرة بس انك تمسكي المراهة وتعودي تلاخبتي في وشك بالروج وتحطي ايديك على خدك وبعد كده لما حد يقولك عملت حاجة طوله ما هو انا جالي حاجة عملها طب حضرتك عايزان اعمل ايه وانا اعمله يا حبيبتي خفي نفسك شوية كده يعني حليلي القرش للتخديه على الاقل على فكرة بقى انا محدش قري ان انا عندي شغل وما عملتوش يا سلام يا اختي نظفي المكتب روائيه يعني فري في الورق القديم وتعالي يقولي لي انا مش فهمة وانا فهمهولك مبدئيا المكتب ليه ساعي مسؤول عن تنظيفه تاني حاجة بقى انا هقل في الورق القديم ليه سليسا انا لو عندي شغل مش هبقى محتاجة لحد ييجي يقولي انت عندك شغل ممم فدي بقى عندك حقا اه على فكرة يا جميلة اللبس اللي انت اللبسها ده يا حبيبتي ماينسبش الشركة هنا اللبس ده تلبسي في النادي تلبسي في ديسكوتاك لكن هنا لازم تمشي بالقوانين مفهوم؟ مالو لبسي على فكرة لبسي شيك جدا وحلو جدا وبعنين ده استاي وانا بحبه والله اه طب يلا يلا شوفي شغلك استغفر الله العظم يا رب بدأ انا بقى من اولها موسيقى 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 الطمينة خالص المكان متأمن الماركب دي نعمنا السواحل بروفو عليك يا بابا الحمد لله انا كده الطمينة خالص مافيش اي اجهزة تصنط اسمعوني ماما مركزي معايا ما انا بضوع على البنود اللي انت قلتيلي عليها في علم التجسس مش لقياها طب اسمعيني احنا لازم نتوغل داخل العيلة دي فعلا لازم نتوغل وننتشر ونخش جوه طيب ايه الخطة استنى يا بابا انا هقول لك طبق لي انا اتأكدت ان الناس دي عايتني يطفشونا ويتخلصوا مننا يا ما قلتلكم انهم عايزين يتخلصوا مننا وانتو مسمعتونيش ولا انتبهت تقولي الحامل بقى اننا نطفشهم نطحقهم نزهقهم من العمرة كلها يا ماما ركزي معايا ما انا بحول لان انت بتقوليه اكتبه عشان ما نسهوش افهم الاول وبعدين اكتبي برافو عليك يا بقى مش اسمعي من زميلك وتعلمي منه مش طب ايه الخطة هنقطع عليهم الغاز فكرة كويسة هنقطع الغاز هنقفلهم على باب الشقة علشان لما الزبال ييجي ما يدخلش اخبنا عندهم زبالة صح عشان يسيبهم بزبالتهم لغاية ما يعفنوا ويدودوا صح يا ماما حاجة تانية مهمة قوي اه اي طلبات جاية من السوبر ماركت مالو السوبر ماركت لازم تعدي علينا احنا نأول يا بابا اي حاجة جاية من السوبر ماركت لازم تعدي علينا مالو السوبر ماركت هندوق اكيد لا يا بابا مش ممكن يعني ممكن يكونوا بيمرروا ممنوعات من خلال الحاجات دي اه فعلا ممكن الكياس جاية من السوبر ماركت يبقى فيها ممنوعات مثلا كيس السكر ممكن يكون فيه بودرة وكيس الرز ممكن يكون فيه بانجو بانجو ازاي يا ماما كان الرز صح ازاي الرز يكون فيه بانجو البانجو عبارة عن نبات والرز عبارة عن حبوب مش نركز بقى يا ماما انتي مهمتك تصاحب بيه رحمة انا مش هي الصحب الستي دي دي غلصة وحتى من اخرها في العالي وهشة معلش يا ماما ده هيسهل عينها لخطة جدا وخليها نوصل لكل المعلومات اللي احنا عايزانها اكتبي حاضر رحمة تصاحب عليها وانت يا بابا ايوه اعمل ايه عم حسن ده بقى مسئوليتك تركز معي ترقبه خطوة بخطوة اما بقى اكمل ده هو لعبتي انا انا ضعيف الشخصية انا زي قد هتجوز الكائن ده والله مودي كمام فكر نفسها اقوى مني لازم تعرف انها فشلة هي ولا ابنها في ايه ملك يا جميلة مفيش حاجة شفت اللي حصل ايه اللي حصل مادام رحمة اصدرت قرار مفيش مرتبات الشهر ده عشان المكتب فحلة متعسرة واللي مش عاكبه القرار يتفضل يمشي وهي فين هي مشيت لا دقارت عاصوفي يا فقر ان انا هسكت انا اروح لشجاعة مكتب العامل والجاعة في ستين دهية اطلبها لي اطلبها لي حاضر هاتي ايوه رحمة ايوه رحمة انا جميلة باولك ايه اوعد كوني فكرة نفسك ممكن تكسريني او تقدري علي نعم انت بتقولي ايه قلتلك الستة القوية المفترية دي قلتلك تقدر تعتبرني ان ده اختبار ليكي انا لازم اعرف مرات ابني المتقبلية تتحمل الظروف ولا لأ متعرفش مين هي جميلة هلا افندم انا عايزة كل العمال اللي في الشركة هنا يعرفوا ان الستة دي عايزة تستولع الشركة ونتحكم فيه لازم نقف قدامها بكل طور انا معاك يا جميلة اكمل انا خلاص مش عايزة تجوزك جميلة انا خلاص كرهت الجواز بقيت معقد منه انا لما بس مع سيرة الجواز كأني سمع لا هتا بقى جازاز والسلم نهلو فنهلو لما الاستاذ فائد المهندس بقيع من كده لما كان عامل فرافيرو عارفة وعايزة تكسر اي حاجة حواليه انتي خلتيني معاقد من الجواز بش عايزة تجوزة جميلة انت بتخدعني يا اكمل ايه ده ايه مرتبط بواحدة في المعربية دين ايه انت بتخدعني يا اكمل صدقني يا اكمل دي خير ايه دي اسمهان فيها يا جميلة عايزة ترتقي صدقيني وايه بقى لي خليني صدقك ان شاء الله مصدقيتي يا جميلة مشاعر الجياشة احساسي المرهف كل اللي انا بقولهلك يا جميلة لازم تصدقيه اقولك عايزة تفصلي ما بينها اتيلي جهاز كشف الكذب وحطيك بوقي انا مستحيلة صدقك تاني بعد كده انا مش طيقة نفسي انا زعلنا من نفسي قوي انتي كئيبة يا جميلة كئيبة انتي بتستمتعي بالكئابة بحس ان انتي بتمسي غويتك الفنية كئابة كئيبة قوي انا النهاردة كئيبة قوي يا جماعة انتي لو اتبسطتي انا بقلق عليك يا جميلة اخص قلوانة اللي كنت فاكرة غير كل الرجالة اللي عرفتهم انا اللي اخص ولا انت اللي اخص ايا بتاعت الرجالة يا سفلة يا واطية وبتحترفي كده جميلة انتي واحدة لك ماضي يعني انا عمري ما اقمن على المضارع بتاعي معاكي انا عمري ما عايش معاكي مستقبل اسود اسود ماضي ومضارع وحسة نحو هزاري هزاري يا اختي هزاري ما انتي فاضي اقول اللي هزاري اعتافها على فكرة ان قصدي اصحابي وزملائي اصحابي وزملائي وهنا ومحلة كثير ما تشتغلنيش يا جميلة اشتغلنيش جميلة انا هقول لك كلمة واحدة بس ارد بيها على كل الكلام ده تفهميها انتي بعشان لها معاني كتير ليكي معايا وخدري مني وسمك من ابوكي ابوكي ايدك منه والارض مش فهم حاجة يا ماما يعني النصيح اللي تقولها لك امك تمشي وراها امشي ورايا انا اللي حنفعك محدش حينفعك غيري حضر يا ماما ماشي قولي اول هام شرط اساسي يكتبلك الشقة باسمك ماشي تاني هام وشرط اساسي تغذي في ايدك مصروف ايدك مش مصروف ايد البيت عشرين الف جنيه في الشهر بسيطة يكتبلك مليون جنيه مؤخر يكتبه هو فقير شرط اساسي في حالة نزوله في حالة طلوعه في حالة خروجه في حالة حتى نزل يشتري علبة تجيب نبيضة رجلك على رجله اساسي يا ماما اساسي شرط اساسي الفيسبوك والتويتر بتاعه اي حسابات لي على انترنت او في السوشيال ميديا يبقى انتي معاك باسورد بتاعها دي مش محتاجة شروط دي مفروض تحصل اصلا شرط اساسي شرط اساسي هم لو بص كده او بص كده يبقى ليكي الحق انك تباز باز يعنيه بصواب عينك كده اعتبريه اعمى يا ماما شرط اساسي هم وشرط دي لايرجوع فيه ايه بقى في حالة انه يخونك او يفكر حتى انه يخونك لازم تدب بسكينة في رقابته اعتبريه مات يا ماما برافو عليكي اما مالها ايه وايه تسمح الله انها تتحكم فيك وتسيطر عليكي بعنيها تقولك شمال انا يمي تقولك فوق انا تحت تقولك تحت انا فوق برافو عليكي تقولك لأ اقولها او ابوه ماله هيحاول دايما يتودد ليك ويبقى صديقك ويبقى لطيف معك ويبقى طبطب عليك ويقولك يا بنتي انت زي بنتي ده انت اغلى من بنتي كل ده ليه عشان يفتح السكة لابنه ان ابنه يعمل له هو عايزه ولا بيقصر فيه الكلام بخالص ما دي ليش برافو عليكي اللي عافشي بتاع الشقة بقى يا حبيبتي لما تيجي تشتريه انت يتنزي تختاريه مش هي اما وانت هتعاضي عليه ولا هي انا طبعا يا ماما وانت هتعاضي في الشقة ولا هي انا طبعا يا ماما تقولك كاني تقولك ماني هقولها عند الحلواني تقولك اطبخي نظفي يمسحي ام مش قادرة تقولك سكري خللي قوري ما بعرفش برافو عليكي انت كده مايتخافش عليكي ابدا هاااااااا طيب الفردي يعني يوم موقفة شد اهه يتصرف طب ليه حط في موقف حيزي ده؟ اختبار يا حبيبتي الحقيقة اختبار والاختبار مكتوب علينا هو لو حينجح في الاختبار حينجح لو مش حينجح في الاختبار حيبقى ضدنا ضدنا؟ هي حرب ايوه النوع الحرب الحرب التالتة على الأبواب ده ضق سمع الطبول بتاعت الحرب بخدينك ساتر اسمعني واسمعني كويس قوي حاضر يا ماما تقولك فستان فرح تقولك شبكة قولها لأ لأ لا فستان فرح ايه يا ماما فستان الفرح معروف ان هو على العريس لأ ازاي يا ماما يعني انت مثلا فستان فرح كمين اللي جابه؟ ها جالي هدية يا حبيبي مممМ الشابكة.. فسان الفرح على العروصة الشابكة لالعروصة؟ ايوان الجديدة اقد يا ماما ازاي الشابكة هتلبسها النفسها اه ازاي يعني مما غلا مش على ظوها على ظوها يعني اسمه كل ايه والبوديه والكلوم意ه كله علي كلث يعني يا موادي المفروض بيجيبو دبلة بس بتجيبها على ظوها يما تدفع فينسها يعيش يا ماما يبقى الفرح على العريص انت عبيسي هنا ولا تستعبار شكلا كدة فرح إينا على عريس؟ الفرح بالنص وهي لو شارياك وبتحبك هتضحي بكل شيء وهتقولك أنا كل ليك يا حبيبي بدون فرح بدون شبكة بدون أي حاج ولو بتحبك وهتسامحك أنت تعملي كده أنت؟ أنت لو تحطتي مكانة هتعملي كده يا ماما؟ أنا عملت كده عملت كده؟ ماشي يا ماما حاضر يا ماما حاضر يا مامتي هنفس كل كلامك يا مامتي يا حبيبتي يلا سلام عليك رافي اتهد وعد ناسي وخلاصتش كلامي بتليت أدب إزاي يا ماما أنت آخر جملة قلتها على قد خلاص يعني خشي جوه لازم تفهم كويس قوي أنها هتقعد معنا هنا في الشقة يا ماما شقة إيه اللي تقعد؟ أنا هتجوز وأجيب أجمراتي قعدة هنا طب إفرد عايزين نقول كلمة سر هتسمعوها؟ أنت عبيت يا واد؟ أنت تجند؟ أنت هتخبي علي كلمة واحدة ما اللي بتحصل معاك وتجندين يا ماما هحكيلك بس أكون في بيت تاني طيب لا مش عايحصل مش والشاية الشاية مش هتتغير من البيت ده الشاية سمعني؟ يعني يا ماما قد النوم قد النوم؟ قد هتلاقي زي قد النوم دي قد النوم دي تاريخية أه يعني أنت عايزاني أعيش في قدة نوم تاريخية قلوة يا ماما دي أنا أعيش في القدة دي من وانا صغير يعني علاقتي بيها طفولة يعني مش هعرف أتجوز هشوف القدة مع المراتي مش هحيث إن أنا عايز أعمل حاجة عنك ما تجوزت ومصاريفي في البيت النص بالنص وأنا كلماتي هيا اللي تامشي في البيت ده سامع ها؟ يعني ما فيش خروج غير بإذنة ما فيش دخول غير بإذنة فيش نوم غير بإذنة فيش صحيان غير بإذنة حتى دخول الحمام بإذنة أكلكو والشربوكو وفسحكو كلها بإذنة أنا صاحبة البيت هنا وأنا الكلمة الوحيدة اللي هنا يا ماما العجال جي كلها يا ماما حرام أوليك على حاجة يا ماما أنا كرهت البيت ده إيه؟ بتقول إيه هره؟ بتقول إيه؟ لاة مأش خروج لها يا ماما ما أقدر؟ ل coinёмكو студر يا ياماما كنتك أكره ولكن لا أكره البيت اللي تربية فيه آه انا انا 죄송ة يا مائما انا مدأسف يا ماما انا متأذلة لساني أنا عيل يا ماما أنا كرهتك يا ماما إيه؟ كرهتك يا ماما أنت تضغط عليها بطل أغبط كرهتك العلاقة دي ماما أعودي أعودي حبابتي أعودي حبابتي ماذا بذنين؟ حاضر يا ماما يلا بقى ممكن سلامه عليكم ممكن سلامه عليكم أه سلامه عليكم روح وريني هتعمل إيه استنى إيه يا ماما استنى رأى لسه والله العظيم قادر اسمع حاجة تاني خلاص خلاص بيت نتعبين نفسي جنيد خلاص انت وصلتوا للي انتوا عايزينه معي خلو بلا بولو أنا بقيت بلا بولو ولا فوقي يا ماما لا بل كلكم فوقي أنا يا ماما تشعيز تاربي بالقلق هتسمع حبازة زعنيك هتسمع كلمة ولا لا هتسمع كلمة عادر يا ماما عادر يا ماما أأ أأ اخلاص أدم أأ إيه بخلاص ممس بيني سلام عليكم روح يا ماما ماشي يا ماما هتعمل إيه مش معاقزني يا ماما معايدنا حضراتك لما أقصت ولا 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 تربية الحقيرة دي اللي تأدب أنا بقى أعوريك يا بيت يا جميلة أكمل أنا حاولت كل المحاولات بس الواضح إن ما فيش فايدة ما نكرش إن أنا في مشاعر جواية ناحيتك بس الحب مش كل حاجة كل الظروف تقول لي يا أكمل لا يا جميلة عمر الظروف ما قلت لا اللي اتنين بيحبوا بعض بجد المشكلة بتبقى عند اللي اتنين اللي بيحبوا بعض بيحبوا بعض بجد ولا أنا اللي فهم غلط قلتلك يا جميلة مات مرة قلتلك لازم نواجه ونواجه أي مشكلة أي حب بيواجه مشاكل اللي اتنين اللي بيحبوا بعض اللي وقفوا قدام المشاكل دي قدتت حلطها بعض جميلة خلينا اعترفلك بحاجة بصراحة شايلها في حلبي مش عارف أقول لك إزاي ده في الأول بس يا جميلة يعني طول الفترة دي وانت بتتحكي عليها يا أكمل لا يا جميلة أنا مع الوقت حبيتك حسيت إن أنا فيها حسيس معينة كده عمري ما كنت بحس بيها ده أنا بصهر يا جميلة بصهر وأفكر أنا عمري في حياتي ما صهرت وأفكرت أنا فعلا تفرحت جدا لما قعدت أصر وأفكر وحسيت إن أنا بقرب لك أكتر وأكتر أه يا كذاب يا خاين بقى طول الفترة دي وانت بتشتغلني باشتغلك إيه يا جميلة ده أنا بقول لك على الأجات اللي المفروض تفرحك بعترفلك اعتراف اللحظات اللي بيعودوا فيها الرجل والست بتاعته أو واحد وخطيبته بيقولوا البعض أنا هقول لك على حاجة بصراحة لك كنت زعلنة منك عشان كذا اعترافات عادية فعلا كلكو صنف واحد كلكو نسخة واحدة ومتقررة كلنا؟ بس ده كيب كلنا دي؟ وقنا لصنف واحد وانتوا إيه بقى أصناف يا جميلة ما انتوا كلكو نفس الغباء والتفاهة كلكم قؤبة يا جميلة لا يا شيخ كلكو بتقولوا نفس الكلام متعرفش ان انتوا أصلاً أصلاً كئابة تفضلوا بتكبتوا في الست وتنكدوا عليها لما تخليها تنفجر وقول أخي تقولوا الست دي كئيبة دي نكادية صح؟ اوه يا جميلة وانا صغير وانا شايف ان الستات دول كلهم شبع بعض تحس ان هم عملوا اجتماع مع بعض قبل ما ينزلوا الأرض اتفعوا على ردود أفعال معينة الراجل هايقول لنا كده هنقول له كده لا مش دعوة بص انا مش عارفة النهاردة ولا بكرة اسمي ايه اسمي ايه اسمي ايه ايه القرف ده لغاية ما خنقتونا هم واللهي كلكو بتقولوا نفس الكلام متعرفش ان انتوا أصلاً أصلاً كئابة راحة فيت جاية بنيت بتكلمي ده ليه ما تكلميش ده ما تكلميش دي أصلاً مش كويسة على فكرة نفس الكلام انتوا اللي نفس الكلام يا جميلة خنقتونا بقولك ايه تنازل فين؟ البفان اللي نتحطو ده هامل ايه؟ بتكلمينا على واتسابت بتكلمينا على فشافي ايه القرف ده؟ ايه القرف ده لحد ما خنقتونا يا جميلة عايزين تثبتوا ايه؟ تثبتوا ان انتوا ستات يعني؟ ستات قوي بس عمركم هتعملوا رفكم برأسنا يا جميلة هم على فكرة يا أثمن انت مريض نفسي لازم بقى تبقى تروح تتعالج انتوا اللي كلكم مرضى نفسيين هايزين تثبتوا ايه بقى؟ قدتونا تدكو القرف كلكم لازم تتعالجوا انتوا اللي لازم تتعالجوا يا جميلة انتوا اللي فاكرين ان الرجولة بالشهد وبنطر والتحكمات الرجولة مش كده خالص على فكرة هتعلمين يا رجولة يا جميلة؟ وانا ايه انا رجل غضب نعنك وانا شددلك انت شيلة الكلية يا اكمن عشان انت كمان اقصب اميت ييدي عليه احترني من نفسك يا جميلة ماشا يا جميلة ماشا يا جميلة بقولي كيبقى من الاخر كده انت مفصولة من الشركة احفا يعني انا تفصلني من الجنة وبعدين بقى يا حبي روحك الفلوس اللي عليك فلوس ايه يا اختي بقامرت ايه؟ عملتي ايه في الشركة من ساعة ما اشتغلت فيها؟ هو انا لقيت حاجة عملها وما عملتهاش؟ دي كل تا هو وبعدين احنا يعني ما اشتغلناش من ساعة ما جلت ما اشتغلناش عشان وش الفقر يا بونا يا بوز الفقر انتوا كده تخشوا المكان تقفلوه ده لو كنت ماكسب مليون جنيين كل اليوم انت بتتسمي مليون جنيين في اليوم؟ اه؟ انا اساس انشاء الله اندقصنا مفاجل من اللي فاجل يا بيت الفجل ايه مش عبت اتلاع باب مجميل؟ ايه مش عبت اتلاع باب ايه مش انا مش فاجل الله عاصل مفاجل انا بس اعني شركة مش عارف عام في ايه مش عارف عام في ايه انا تلاب انا شركة ديكور انا امسو تلاب في ايه مووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو موسيقى